قبل ما نبدأ صلى عن النبي وقصتنا النهاردة عن الشيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاكب المجرمين وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر فهي ترى تنافذ ممتها ولا لا ده لنعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في قناة إزميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع يو وهي ماشية وحيدة بس بتلاقي في ان حد متبحق وفجأة في شخص بيخطفها وبيفكر فاتلاها وهي خافة منه كتير ولما بيجي يعمل ده بيونغي بتيجي مع جوه ولما بتكونها تشوفه بيجري على طول وبيلحقه يو اللي بتكون مرعوبة لسه فبيروحوا قسم الشرطة وبيحققه مع يوه اللي بتكون ما شافتش الشخص ده اصلا وبتحاول تفسف طوله وان السكن اللي كان ماسكه وكان زي الناصل وبتكررت ترسمه وده بيشك كنف حاجة وبيتروح بتلاقي قضية الشخص جاي اللي بيكون راجع من تاني واللي قاتل عائلة هان فبيعدي اليوم مع هان اللي بيوصل عند ابرب امه وبيشوف وجود كيم هناك وبتكون بتتكلم معهم وده بيخليه حزين جدا وبتتكلم معهم عليه اصلا واللي هنا بيجي وبيفرحوا انهم موجودين سوا وبتكررت تتم بيه فبيروح يتجمعه عشان يحققه في قضية الجنغ والقضية التانية اللي بتكون بنفس الطريقة وبيتكلمه على ان محدش طيق جنغ خالص بسبب اللي بتعملوا في قضية بتاعتها فبيتكون مع جن رئيسة وبيعرفها بلها تعملوا وانها تكون كويسة عشان الكل بتكلم عليها ومش طيق الاحكام اللي بتعملها ومش عايزها تاخد اي قضية تانية وبيلاحظ في انها هادية وده على غير عادتها وبيقلق منها جدا فبتمشي تروح لجوه وبيروح يكرق لها التعليقات اللي حصل وبيعرفها بالشائعات عن ان ليه هي ستان علشان بطلح حاجة من عينها ويشاكك فيها بشكل كبير وبيردلانها تروح مع كل سكان المبنى في اجازة اخر الاسبوع بس بترفق كالعادة فبنجي للمتنمرين دول اللي بيروح يتلموا على البنت دي والاسماء ده هي وعايزين منها هاماله وبتصرخ اصلا بس كانغة فاجأة بتيجي وبتدفع عنها وبتكون مفاقرة فانية اللي عملت ده علشانها بس بتجدله مع كانغة وعاوزهم يشيلوا الكمومة دي اصلا وبتضرابهم وبتخليهم يا مودة بالعافية فبنروح تعوزها كيم لفريق العمل بتاعها وفاجأة بيجي لها فون وبتلاقي كانغة موجودة هناك واللي بنعرف ان دي بنت كيم اصلا وكانغة الانقاذات من التنمر واللي بنعرف ان دي بنت كيم وكان غاية الانقاذات من التنمر ده وامهاتهم بيجوا ويكونوا مش طيئين كانغة ويما يعرفوش انها عاضية اصلا وعاوزان يعاقبوها علشان يضرب البنات صغيرة ولما بيعرفوا انها قاضية بيسكوتوا على طول وبتمشي وانه تحت انظر من هان وما حدش مصدق اللي حصل ده فبيروح وراها وبتراها تتقرر من امها كانغة ومش عايزها تكون هناك او انها تروح لحي هان ده وبتزعع فيها بشكل كبير والكل بيستغرب منها وبنتها بتزعل عشان كان مفوتة طمانها ومش تزعع فيها للدرجة دي وهان بيروح وراها لما بتمشي وكان بتشكر كانغة على انها انقاذب بنتها من المتنمرين دول وهتتأكد ان الامهات دول ما يعملوش فيها اي حاجة اصلا بيعد الوقت مع هان اللي بيوصل وبيكونها يروح للميجا دي واللي بتشوفه بالفعل وبتكارة تروح معاه علشان يعرف وجهنا ليه وانها قالت اذا كان حدا يموت سواء هو او هي وبيعرف في الناس شيطانا وعاوز يعرف اي حاجة يتعملها وبتفضل مصره على ان فرصته ان يباد عنها علشان واحد فهم يموت وبتصدم انها كانت عارفهم مقبول لكان طيبين وبيحبه على طول وانها عارفتهم من زمان علشان كانوا عايزين انهم يحموه وبلش يتقابل مع كانغي من تاني علشان يا كده عملت بوعدها اللي خلته من زمان وسواء هو يعيش او هيموت فهذا اختياره سواء فضل هنا او لا وبتخليه يمشي على طول وبتكون محترى اصلا وبتروح تركز في نفسه ومن الواضح ان الستة ديه شيطان او حتى ملاك فبيطلع بتقابل مع كانغي اللي عايزه يشكره على اقل بسيب اللي عملته وبيفكر انهم يمشوا سواء بس ايها بترفض بما انه يتهمها بالاسل على طول فبتدخل وتكون متضايقة منه وبتقول انها بتقرؤها بشكل كبير فبيعد الوقت ما تجمع سكان المبنى ومنها شايفة ان كانت غتعبانة وما جاتش معاهم بس انا بتكرر انها تيجي اصلا وانها تحسنت خلاص وبيروح سواء واستصغرب هان منها واللي بيكون معاها وبترفض ان يساعدها وشايف ان كل البشر مزايفين زي وكده وبتمشي واحدة فبيعد الوقت ويطلع تصوره مع الجبل وهان بيروح لها وبتسأله انه بيشك فيها كتير اوي كده عشان ده بيضايقها ومش عارف اي نعم الشيطان اللي هي في ده علشان في مرة تكون طيبة ومرتان شريرة ويبشكرها على عملتهم بارح وان ده هي مش اخته على طول بس يما تبنى من عائلتهم وان ده اشخاص اللي قال عليهم ماتوا بسببه كان ابوهم واخوه وشايفة انه كده ما قتلهمش علشان لو قتلهم كان يكون في الجحيم حاليا ويندمش غلطته علشانه ما قتلش اي حد اصلا ويتأثر في شكل كبير ويكون بيفكر في ان يبدأ يصدقها وهيؤمن بيها والده اللي بترفضه علشان كده عبادة اصنامه بتمشي فبيروح يشربوا صاب الليل وبيبسطوا كتير وان برضه بيشرب معهم وكان غالي بتكون بتحاول ما تشربش كتير اصلا ولما بتتكلم على الموت بيقول انها جميلة فلازم تقول كلام جميل زيها ويبتشكر ميونغو الجوه على انقاذها في الوقت مناسب وميونغو بتفضل تتكلم معها على طول عشان عايزها تروح الكنيسة معها ومن هنا هم بيتكلم على انه اوجب بها بشكل كبير وبيكون سكران وبيتكلم ولما بيكون بيقول عليها كلام كويس بيخلي كان غالبها يدق وبتحاول توقفه ومش بتعرف خالص وبيجي يمشي بيسكر وبتكرن ادخله بيته بس بيكون رفض يعرفها وبيده تلميح ليه وبتفتح الباب وبتدخله بالفعل فبتجي يمشي بيمسكها وده اللي هي مش بتعرفه علشان الشيطانة وعاوزها لو تتسرى بشكل وحش فتكون كده على طول وشايف انها صالحة علشان عمل حاجات كتيرة كويسة وبيتمنى في انها ما تكونش قاتلة علشان يقبض عليها ومش عايز يعمل ده وبيأثر فيها بيغم عليها وهي بتمشي على طول بس بتروح تشوف حاجته بيتلاقي انه محتفظ بالكنز بتاعتها وبتفكر في انه بدور وراها وبتفتكر كل اللي حصل بينهم وبتكون مستغربة منه كتير وشايفة انها مش لازم تسك في البشر ابدا فبتروح تتقابل مع جو وبتكار تحقها معا اللي حصل وبتكون بتعقبة عشان بيجذب عليها انه اعتدت دور الكنز دي بس بيكون رماها ومجاتش واللي بتروح تهديده بالمطرقة اللي معها دي طالما شعيطان تأسف وبيروح يتأسف له ويقول الكلام اللي تعلمه كمان وعايزة تمنع اي حد شايفها في الوقت دا واللي بتكون بتشغل لي وجو وبتفكر في انه انا عارف حاجات عنها وبتعرف جو في انها تسمحه مرة دي بس مش اكتر وبتمشي ويها مدقة جدا فاللي بتتكلم مع جو عن معامتها تجاهها وعايزة تعرف لو هي بكت ولا لا ويعرفها علشان الشيطان اللي بيحصل بينهم مشاعر البشر لازم يموتوا ومن الواضح ان ليدي خبسة فعلا فبيعد الوقت ما تعوزها الجواز دي واللي بيكون لتشور اس التخزية وبيروح يتم بيه واللي بيشوفوا دا الناس وبيصوروا انه كويس ما الحيوانات وشايفين فنه كويس طبعا وبياخدوا ظنا انه ما يعالجوه فبنروح الاحتجاج على الشركة دي بس ابو بيكون فرحان بيه علشان هو ما تصدر الاعلام بحاجة كويسة وبيخليه كويس على طول ومن هنا بيجي للشخص دا اللي اسمه هن وبيعرف ان الرئيس قرر يقابله لوحده وبيتصدم وبيخليه روح على طول فبيوصل البيت وبيكون بيتعامل بشكل كويس ومش مصدق فان دا ممكن يحصل اصلا وبيروح للشو بالفعل اللي بيكون خايف منه جدا وبيعرف عن الكلب اللي حبسه واللي مش بيسمع كلام وبيخلي الراجل اللي اسمه هندا خايف اصلا فبيروح معه بيكون بعث للمال وبيعرف ان فيه خمس اشخاص اتوفى معه بسبب العمل الصعب اللي في الشركة وبيكون رفض المال منه وبيروح يعرفه في انه بلاش يضايق فيه علشان هو مش يكون صبر عليهم بشكل كبير على طول كده وبيخليه خايف وبيروح يمشي على طوله ومرعوب اساسا وما يصدق خرج بس فيه اشخاص بيجوا بياخدوه على طول معاهم وفنوا حتى بيقع فمن يروح لتشوي اللي بيكون بيتامي بالحيوانات المختلفة ومن الواضح انه مجنون كده فهم بيفوقوا هنا وبيلافوا ان تشوي واخدوا وتعبان كده وبيكرر يهدف فيه كرة الجولف وبيكرر يعز فيه بشكل كبير مهما يترجمش بيسكوت وبيفضل يعز فيه ويدراب اكتر من الاول وكل شوية يدرابه فبيمشي ويكون تعبان كتير وبيقع منه الجهاز وبيكون تعبان جدا بس فيه عربية بتيجي وبتعدي ليه طبعا فاهله بيروح يدوروا عليه في قسم الشرطة بس مش بيعملوا حاجة علشان لازم يعد عليها الى ايام وبتمشي واللي بيكون اسمها يوكيوم وبتكون حزينة ومن وكم الشياطين بيشوفوا ده اصلا فالاخبار بتنتشر عن ون اللي بيكون مختفي وما حدش عارف من اللي خطفوا وصانوا ينغي بيتكلموا معاها على انه ممكن هان معجب بيها ومرتبطين بس بتسكتم وبتزعى فيهم ففجأة بيجي لها من وكم وعايزين الجوستاتي تدور على الراجل ده علشان وطيبه في الحي وبيتهم وتشوي اللي اخر شخص شايفه وجايز يكون هو المتهم وبتكرت تروح تشوفون ده واللي بيكون مش موجود وما تخلاصه وبتمشي وهو ما بيزعاله طبعا والحال انهم بيكتشفوا مشنوق اصلا فتشو بيوصل لقسم الشرطة ويستتجمع الاعلام ويروح يتكلموا معاه عن الاضراب اللي كان بيحصل وبيحققه معاه علشان وبعت له مال قبل الوفاة ولمحامي بيدافع عنه وهان بيكون شاكك انه هو سبب في كل ده وبيلافوا انه كان مسجل كل حاجة وبيسمعوا التسجيل ومن هنا تشو بيقول انه ملعبوا الجلف سواه وينكر اي حاجة عليه وبيتكلم وبيباني انه محتكر الاشخاص الفقره وبيخلي هالم ادائق منه جدا فبيخلصوا بيمشي وممش طيقينه وفاجر رئيس الشرطة بيجيبهم وبيكون عاوزهم يعد قضية تشوي بس كين بترفض وبيتكار تحقق في القضية فان بيتكلم معاه وبيعرفها في انه له الحظ كان زمنه قتله وده اللي بترفضه علشان مشغلته من معاقبة بالقانون وبتخليه وعده على ده علشان مش ينسى انهم حقق فبيروح يترجو جنغي عشان يعد القضية واللي بيكون يساعده مقابل اراضي اللي يخدها منه فجين بيروح يتكلم مع كانغي اللي بتحاول توقفه الكلام وبيترح تحققها فوديت تشوي اساسا وبيتلاقي ان كل متعاون معهم وبيتكار تسأل تشوي واللي بتعرف من كلامه انه مش همه اي حاجة واستمتبع من هان واللي بيكار يروح يقابلها بعد المحادسة وبيتكلم مع العالية الضحية وعاوز تعرف السبب بما انهم معرفوش بما انها شيطانة وبيترجوه عشان تساعده وبالفعل بتكررت تروح تشوف الجثة علشان تشوف اذا كان انتحار ولا قتل وبيتشوف اللي حصل ليه بالزبط وبيكون قتلوه وبيتقول لهان ان انتحار في حين ان كيم تكون مع بارك علشان يحققه في القاتل من غير ما هان يعرف وبيتكون في الحي وميون غماشة تمشي الوحيدة من غير كيم اللي لما بتشوف القتل بالخنجر بتعرف النوع ده وبيتكررت تروح وراه علشان بارك مشغول وبيترح تتحارب معاه وبيحاول يهرب منها بس بتفضل وراه لغاية ما بتهدده بالنار علشان يكات مستنياه من خمسة وعشرين سنة فكانغ بتكون معاهن وبتعرفه فان لما تلمس الجثة بتعرفه مات ازاي ومش عايزي يعرفه كتر من كده وفجأة بيشوف بارك وبيلاسوا اطنار وبيجروا يشوفوا اللي حصل وبيدوروا على كم وخيف كتير لغاية ما بيوصل للمكان ده مع كانغ وبيتصدم من وجود دم والجزء بيخاص علينا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس حلوين علشان نوصلك الجزء الجاي سلام